مرحبا، أعزائي الطلباء سنتعلم في هذا الدرس كيفية رسم كثيرات الحدود حتى الدرجة الثالثة لنبدأ بالمثال التالي أرسم منحنة الإقتران قاف السين تساوي سين تكعيب ناقص ثلاثة سين تربيع زائد أربعة حيث سين تنتمي إلى ح لرسم منحنة الإقتران قاف نتبع الخطوات التالية أولا، نعين نقطة تقاطع منحنة قاف مع محور الصدات أي نجد قاف السفر فتكون صفر قاف السفر هي نقطة تقاطع منحنة مع محور الصدات أي هنا قاف السفر تساوي صفر تكعيب ناقص ثلاثة في صفر تربيع زائد أربعة إذن قاف السفر تساوي أربعة أي أن صفر وأربعة هي نقطة تقاطع منحنة مع محور الصدات ثانيا، نجد قاف فتحة ونبحث في إشارته حيث نجد منه التزايد والتناقص والقيم القصوى أي قاف فتحة السين تساوي ثلاثة سين تربيع ناقص ست سين تساوي صفر الآن نخرج ثلاثة سين عام المشترك تصبح ثلاثة سين في سين ناقص اثنين تساوي صفر أي أنه إما سين تساوي صفر أو سين تساوي اثنين ثم نضع الصفر والاثنين على خط الأعداد ونبحث في إشارة قاف فتحة السين كما يلي نعوض عدد من كل منطقة ناتجة بالمشتقة فنحصل على الإشارات التالية وعندها يكون قاف متزايد بالفترة المفتوحة من سالب مال نهاية إلى الصفر مغلقة ومن الاثنين مغلقة إلى المال نهاية مفتوحة أيضا قاف متناقص بالفترة المغلقة من صفر لاثنين وعند سين تساوي صفر قيمة عظمى وهي قاف الصفر ويساوي أربعة أما عند سين تساوي اثنين فهي قيمة صغرى وهي قاف الاثنين وتساوي صفر الآن سوف نجد قاف فتحتين السين ونبحث في إشارته حيث نجد منه التقاور للأعلى والتقاور للأسفل ونقطة العطاف قاف فتحتين السين تساوي 6 سين ناقص 6 وتساوي صفر أي أن سين تساوي 1 وبوضع سين تساوي 1 على خط الأعداد والبحث في إشارة قاف فتحتين للسين نحصل على خط الأعداد كما يلي فيكون الاقتران قاف مقاعر الأعلى بالفترة المغلقة من واحد إلى المال نهاية مفتوحة ويكون قاف مقاعر للأسفل بالفترة المفتوحة من سالب مال نهاية إلى الواحد مغلقة وعند سين تساو واحد وقاف الواحد نقطة انعطاف وهي واحد واثنين ثم نستعمل المعلومات التي استخرجناها من تزايد وتناقص وقيم قصوى وتقعر للأعلى وتقعر للأسفل ونقاط الانعطاف ونصل بين هذه النقاط بخط منحني ممهد متصل لنحصل على الاقتران المطلوب كما هو بالشكل وهنا باللاحظ أنه الصفر مع الأربعة على المستوى البياني والاثنين مع الصفر على المستوى البياني والواحد مع الاثنين ثم نستفيد من المعلومات السابقة ونرسم خط بين هذه النقاط وفي النهاية لرسم كثير الحدود نتبع الخطوات التالية نجد أولا قاف الصفر ثم نجد فترات التزايد والتناقص والقيم القصوى المحلية من خلال اختبار المشتقة الأولى ثالثا نجد فترات التقعر للأعلى والأسفل ونقطة الانعطاف من خلال اختبار المشتقة الثانية رابعا نحدد الصفر وقاف الصفر ونقاط القيم القصوى ونقاط الانعطاف على المستوى البياني ثم أخيرا نصل بين النقاط بخط ممهد متصل لنحصل على الاقتران المطلوب في نهاية درسنا يكون تعلمنا كيفية ترسم كثيرات الحدود حتى الدرجة الثالثة ترجمة نانسي قنقر